كما تواصل وزارة الداخلية حمالاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيادة من السعر الرسمية وتمكنت جهود الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 542 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغة 173 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط 97 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيادة من السعر الرسمية فقد تم ضبط 26 و70 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 721 قضية من بينها 81 قضية خبز ناقص للوزن و108 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير فقد تم ضبط 25 قضية بمضبطات بلغت 366 طن ترجمة نانسي قنقر